السلام عليكم مساء الخير صحة فطوركم وصحة سيامكم ربي تقبل منا ومنكم صالح الامال ان شاء الله اخوتي وخياتي وشراكم وش حوالكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب نرحب بكم ونرحبوا بجدد لنضموا القناة نقلكم منورتوني وشرفتوني ومارحبا بكم معنا في قناتكم المتواضعة طليت عليكم اليوم بهذا الفيديو كله تحفيز وطاقة ايجابية قبل ما نبدأوا في الفيديو اليوم نقول لكم توحشتكم توحشتكم بزب والله العظيم غير توحشتكم أعلمكم باللي غبت عليكم يومين فقط حسيت بلي اني عندي عام ولكتراني غيبة واتو متاني توحشتوني على خاطر بزب تعليقات وين راكي يا اسما وين راكي الانستغرام الميسانجر الله غالب عذروني خياتي تشوفوا اني غبت تعرفوا باللي اسمارة هي يا مريضة يا ماهيش مليحة يا المره الهابات يعني حاجة يا كونيكسيون يعني ما تقلقوش علي يا اخياتي يعطيكم صحة ربي يحفظكم لي ان شاء الله هذه هي المحبة والله خلي الوحد يغب كما انتم تغيبوا نحوز عليكم كما انتم تغيبوا نحوز عليكم كما انتم تغيبوا نحوز عليكم وانتم تغيبوا نحوز عليكم أخيرا اشتركوا مع رمضان وانتم تغيبوا كشعية اشتريوا ومع الشغل الرجل اللي هنا ويده هنا المهم الشغل والحلوة بالصح ما نفرج في روحي كاين ماسك بزا 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 بشباب تابعوا الفيديو للاخر وايضا نوري لكم هكذا راح ندير سبيغة ونوريكم موش راح ندير سبيغة راح نسبغ شعري انا واحدي نوري لكم هكذا اللي حبتها تسبغوا لا نعطي لها فكرة خرجت لي واحد لاكو لغ تهبل 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 اذا هنا خياتي كما راكو تشوفوا انا عندي كمية كبيرة درت كونتيتي كبيرة مقرط شوية ليا وشوية واحدة لحبيبتي انا نحب المقرطة لغاس كما راكو تشوفوا خياتي عمرت جفنا درت ربعة كيلو تاع سميد نصف خاشل نصف خدمته في الليل ونصف خبيبتي يعني خليت هذك سميدة لصباح هو كل ما يريح راح يمدلكم نتيجة افضل هنا راح ندير شوية تاع المقلة انا نحب نصف خلال مقلة ونصف خلال كوشة انا نحب نزل المقرطة التي تحتاجها راحة الزيت انا نحب نزل المقلة ونحبه بالغرس انا لو كان يكون مقرطة فيه الكوكا ولا فيها اللوز والجوز لا ناكله نحب فيه الغرس بالبزات نحب مقرطة بالثمر حلويات تقليدية كما قلت لي بنتي يا ماما قدرت لنا غير تقليدي لا يوجد البريستيج يا أختي العزيزة يا بنتي هذا البريستيج غير نصف غير ديكور يعني شوفوا الفراشات يهبلوا يهبلوا يتباعوا بصحة غاليين وش ندير بيهم فراشات صح شابين كي تكون هكا مناسبة نقولوا اني فاقسع هكا حاجة خفيفة لجاب الطلبة كل يال بيام ولكش عرض الله بالصح العيد والله ما هو هذكا الديكور كما قلت سيدة رزقي اشتعندها وحد الحصة للبارح قتلهم ايه قتلهم قتلهم بقروت اللوز قتلهم خليوا المقروت اللوز في حالو وعلا رجعتوا كعيكاة باللوز قتلهم رجعتوا كعيكاة باللوز كما المقروت اللوز والله غير صح عندها الحق لخاطر الكعيكاة يجوا بالعجينة هوم اضوكا لا لا عجبوا بيهم ما خلوا ما يبقى كما قلت لهم الديكور ومين ومن والله غير صراحة انا نحب الحلوية التقليدية نحب كما قلو نحب 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 10 أنواع من نحب 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 ثلاث كيلات سميد نحب 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 يضيف مزيطة زيت و كيلة و ازمام مزهار و حليب و تعلمة المهمة سأضع لكم هذا المقرود في القناة هنا سنقوم بعمل مقرود على شكل وردة بها الثانية تأتي بزيجة في شباب خاصة في الديكور ولكن خدمت المقرود التقليدي المقروط نحبه المهم خياتي وماذا أشعركم أخذ من حلوية أنا كل عيد نخدم حتى العشرة أو الاثناش من النوع يعني كي كانت الحالة رخيصة بالصح ذوكا يا ربي إذا لحكت ستة لا نعرف درت البقلاوة المقروط الشارك الشلفيات الغريبية والأخر والصابري تاع القلوب أخيرا ستة وقالت لدي ماما وماما عشوا البولبل سنقوم بل 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 وقالت البنيون وما قالوا هذه الدوزان التي يبقى لي كامل كوكا وحلوة الطرق جججا وفي الأخر وقالت لديهم وكان عشر عشر حبات نحب برقى حتى نحق الانواع تعلقاته وانا نكثير الدوزان التي يبقى لي نبدأ نخدم به المهم اللي نحن نخدمه وانا نحط وقفه وانا نكره وانا نقعده دي ما خدمتي على الوقاف هنا يا البنات انسيت ما قلت الكوشب لي ثاني خدمت المشوقي يعني راني خدمة الله يبارك سبع نواع والله العظيم ما فقط باني خدمة سبع نواع المهم البنات هنا راني بديت نقلي شوف نقلي منا ونضيف الكوشة منا ونعسن منا يد هنا ويرجلة هنا وكما كنت سمعوا رفواتي مازلت مباحة ومازلت مريضة تعبت بالبزافة عليها غبت عليكم هذا النهارات تعليها لله غالب كما قلوا صايق راني من لحم والدم يعني طاحت ما قدرتش وهكذا يكون الله غير راني وقفة مع الحلوة ونحب ندير انا يعني تأمنوا حتى نلحك حتى عشر نواع يعني دوزان تعال الحلوة ما نخلي حتى حاجة عندي في الدار يعني اللي شريتهم لازم نكملهم كامل في الاخر كامل لم هذك الكاوكا وذك جوز اللي هندو كامل نخدم بيهم ابنيون وصعي وبزاف كما كنت تشوف وذك المشوق كنت عسلتو المرة اللولا راح نزيل المرة الثانية باشي تشمخ لداخل والمقروط كما راح كنت تشوف المهم يدهنا ويدلهي ربي عينا ان شاء الله هذه هي ونوتو ما خياتي لي صنعت الحلوة نحن الحلوة نحن نصدقو يعني لي ما دارش نمدولو واي مكان احنا اي مكان نروح ونديو الحلوة معنا يعني لو كان نروح عشرين دار عندي عشرين بوطة انا نمدلهم حلوة تاعي هما يمدوا له هما يرضو الحلوة تاعهم فهمتوني شوفوا خياتي هاد الزاوش اللي يتبعوني من بداية القناة كل عام يجي عندي متفرق عندي هذا ليس خططايفة مانيش عرفة مانيش عرفة مانيش عرفة مانيش عرفة مانيش عرفة مانيش عرفة هاو حطيتو شحامل مراها هناك فايس بوطة مانيش يقول يقل طر الابابيل بصح محالي يكون من طر الابابيل وصح انها زين شابين جينيحتيها طوال كحلة كحلة توتا تخوف المهم لا يش خططايفة وما يش تسناونة المهم هذا الطائر كما يقولون نادر فهمتوني كل عام يتفرق عندي وتدخل دخل البلاكار الكوزينة المواعن وتخرج يعني كتفرق فوق اسطح كان واحد الغار دخل البلاكار تأمنوا على جلهم ما خليش الزوجتاعي يغلق ذاك الغار على ما كاش من يخرجوا من غير ذاك الغار بسح ندي الخلعات والله غير وحندي واحد الخلعات على الصح هذاك انهال يخرجوا عندي هكا على غفلة والغطاء الصح نخلع المهم هذه الحلوه ليصنعت البنات كما راكوا تشوفوا المقرود شفته الصابلي كما زينته شفته هذه البقلة وتاعي البنات ما زل ما درت لهاش تزين تاحها كما راكوا تشوفوا البنات انا درت فيها استورقات ملتعت وستورقات ملفوق خرجت بنينة 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 خليتها في سنة وتاحها وغطيتها ان شاء الله غدوة نوريها لكم كنكمل نزينها كامل أنا ملفا قطعتها كما قولوا على شكل هكا مقروطة بصح هذه المرة قد تحبيت نزينها هكا بالجوز وكامل قطعتها على شكل مربع يعني هي صح البقلة وشبحت هذا الشكل المقروطة بصح ما عليناش يعني تغيير حبيت بارك يعني ديكوري ديكور شباب هذا ما كان لهنا خياتي بعد ما كملت هذيك الحلوة وهذاك الشغل قد نطلع شوية في روحي راح ندير الصبيغة البنات شوفوا عندي هذا الميلونج تاع نيميغو زوج بوايت تاع 25 البلاتين وعندي وحدة 38 ثمانية وثلاثين اللون أزرق عندي هذا الميلونج عندي عندي أسبوع من اللي يستطيع ديكوري شعري ويستطيع وحدي أنا من أحبش روح عند الحفافة أنا أخاف الحفافة المهم دوك نحضروا على السبيعة هنا نوري لكم وشريت ما عندي شكامل الماكياج وذات شفاوي يعني لي تبعوني تعرفوني بالنشي غير من العيد للعيد للعيد أعني أنا مانشي من هذو اللي يديروا الماكياج أصلاً ما نعرش في الماكياج وما عنديش الماكياج أنا علش نكره الماكياج تاع تزاير على خاطر نخافي يخصر الوجه يدير الحبه كامل هذا كتاع فرنسا ايه صح ماكياج بس صح تاعه هنا لا لا المهم نصهم سلسابيل يشريتهم كما هذي الغجالة أنا جبت هذك الماجيك أنا هذك وش ندير سلسابيل جابت هذا كخام هذي تعلي الدين كشغل الفازلين ثاني ريحتها شابة شيت هذي البنيات كما راكو تشوفوا أنا هذي الغجالة نموت عليها ما نبتلوش خطر يعجبني كنو نغسل وجهي ولا ما يتنحاش وعندي هذي شيت كحل وشيريت كخيان هذي الغز وساسابيل زاد تشريت عكا ايلينار ولا كيف يسموه والله يا خياتي ما نعاف كيف يسموه الماكياج أنا جبت الغزوزونج لهذاك الحمر وهي جبت الكحل وشيت هذي البوندا تاع الخيمار وشيت هذي أنا شوفوا والله غير شفتهم في قوة البنت هذي وقد خرجوا وقد روح يا ماما روح المازنتي ديموديتية ما نعرف ويلو والله العظم حتى نخرج باش نتخلى هكا نشوف سوالح الماكياج تعرفون صحة نقعد نسقسي هذي ويلو ويلو خاطيني كامل هذي الماكياج ولا غير خاطيني ماكياج كامل يعني قليل وين هكا نحب نبدل المهم هنا خياتي راح ندير قلت لكم دي كاباجة شعري راهو أورانج راهو حباب بانان ولا حباب الطيخ المهم درت له كامل سلسابيل دارتلي وريت لها كيف شدير لي بسك شعري طويل شوفوا الهنا يا البنت راح ندير أنا شفت هذي في قناة عالم المرأة صاحبتي هذي عندها قناة عالم المرأة كتبو عالم المرأة تلقوها ندير هذي الميلانج عجبني بل بزاف وندير ثقة فيها خرج لي واحد اللون يهب 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 شوفوا خياتي هنا قدرت زوج راقم 25 في لوريت البلاتين ودرت كما راكو تشوفوا بما انه كل باطاة سبيغة لازم ندير لها حبات حمص من هذي اللون الأزرق انا درت مثلا زوج حبات حمص حمص ماشي مشمخة حمص يابس على خطر كنت تكثروا من هذي اللون الأزرق راح يخسر لكم الكل لازم حبات حمص واذا درتوا علبة واحدة يعني مثلا يسرع راح قصير ولا بما انه شعري طويل بزاف درت الزوج علب يعني ما تتخلعوش هذا الزوج مكفونيش يعني خصني شوية بصح سلكتروحي زوج بلاتين ودرت زوج حبات حمص هذي اللون الأزرق رقم 38 وزوج اوكسيدو رقم 32 خلطت هوم مليح خلطت سبيغة قبل من بعد درت اوكسيدو تعرفوا يا البنات خرجت لي تهبل 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 على القغية تأمنوا حسنا تهبل 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 خلطت من بعد تهبل تهبل خلطت لي كما قد اخطفت لكم فقط خطفة يعني الصورة الأولى من بعد الصورة الثانية تهبل 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 ثم بعد ان اخطفت خرجت لي ما شاء الله لقد اخطت الحفافة وقد ضربتني ثمياء 400 الف والله العظيم عالي شعري اتشعر اتشعركم عادي المهم هذا ميلونج اعجبني على البلاتين هذه هي طاولة نهار اليوم يعني اعطوا كامل انطيب البلاتين هنا سنقوم بعمل هذا الماسك بعد ما افترنا تمتم صورت لكم هذا الماسك بعد ما ادوشت تقشير بالصابون وكيست يعني قشرت وجهي بعد ما اكملت تقشير البشرة هنا البنات في الليل بعد ما افترنا صورت لكم هذا المقطع ومباشرة تقشرت لكم المونتج هذا الماسك يغذي البشرة شوفوا عندي صفر بيضة وشوية عزيت زيتون وحليب لحظة تستعمل مثلا فارينا او ميزينا من الاحسن تستعملوا لحظة انا عندي الكمية صغيرة حليب تحانين حليب تحانين خلطوا كل شيء مع بعض او زيت زيتون وديروها في البشرة وقعدوا بها نصف ساعة حتى ساعة بصح من الاحسن هي كشغل كولاجين طبيعي لا تضحكوا لا تخسر لكم لا تكسلوا لا تكسروا ونصف ونصف هذا المسك حتى ينشف غسل عادي بالماء دافي ونصف مثلا زيت اللوز ونصف زيت الزيتون مبيضة للبشرة وايضا خياتي كما شفتوني مع السنيوات مع الحبل التعسر وعسبيغة وكامل يديها ونصف كامل نحن كتب تقريبا يوميا ونصف زيت الزيتون ونصف افضل ووصفة لتطويل الأظافر ونصف 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 ونقف كامل ونقف ونصف ونصف ونرى ونقف كورو ونقف كورو ونقف عاء اشتركوا في اشتركوا في القناة